إقبال متزايد لتربية أسماك المياه العضبة المدمج مع الفلاحة بولاية قلمة بعد صدور المرسوم الوزرية المشترك بين وزارة المالية والصيد البحرية المتعلق بمنح علاوات تحفزية للمنتجين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة لإتمام هذا البرنامج هناك فلاحين على مستوى ستة فلاحين على مستوى بلدي التملكة هناك فلاحين أيضا على مستوى بوعاتي وركنية حوالي 15 إلى 20 فلاح مدمج تربية المائيات مع الفلاحة أستغلوا أحواضهم من أجل الإدماج هذه الشعبة شعب التربية المائيات يأتي هذا بعد تزايد الطلب على هذا النوع من الأسماك في الأسواق إلى جانب إمكانية اعتماد الفلاحين على المياه التي تربى فيها الأسماك بالنظر لتركيبتها العضوية الغنية بالمعادن التي تضمن تزويد مختلف المحاصيل الزراعية والنباتات بالعناصر الغذائية الضرورية أين يتم استغلال هذه الأحواض في سقي الخضار والفواكه بدون أي مضافة كيميائية على غرار البطيخ وأشجار الزيتون دراسات علمية أثبتت أن ممارسة نشاط تربية المائيات في أحواض السقية يؤدي إلى التسميد الطبيعي للمياه بما يساهم في التخلي عن الأسميدة الكيميوية وكذا رفع مردودية الانتاج بالإضافة إلى انتاج السمك محلياً على غرار أنواع البوري، الشبوط والبلطي النيلي